منطقتنا العربية ومنطقة الشرق الأوسط مظلومة في هذا الأمر الضجة التي تثار في أوروبا حول استقبال أعداد من اللاجئين ومئات الألاف اللاجئين أو عشرات الألاف اللاجئين طبعا مشكورين مشكور أي دولة عندما تستقبل أي لاجئ وتقدم له التسهيلات لكن علينا أن ننظر إلى أن الأزمة السورية لم تبدأ منذ أسبوعين أو ثلاثة مع بداية هذه الضجة الموجودة في أوروبا الأزمة السورية بدأت منذ حوالي أربع عوام ونصف تقريبا وكما أشارت تقرير ملايين من اللاجئين وملاشقاء السوريين موجودين في المنطقة حتى ربما بعض الأرقام التي ذكرت بالتقرير ومتحدثنا على الأردن الأردن تحدثوا عن المسجلين في سجلات المنظمات الدولية لكن عدد الحقيقي مثلا للاجئين السوريين بالأردن واحد أربعة بالعشر مليون لاجئة وليس ستمائة ألف لكن مع ذلك أنا بقول أن المنطقة ظلمت كما أشارت تقرير ونعلم جميعا أن هناك الملايين وجودوا كما مليون نصف في لبنان تقريبا أو مليون واثنين بالعشر كما ورد مليون أربعمائة ألف في الأردن تركيا دول الخليج وأيضا الدعم المالي الذي يقدم خلال أربع سنوات الماضية من الذي يقدمه؟ هناك بالأردن المخيم الزعتري ومخيم أمريجي بلفهود الذي تموله دولة الإمارات العربية وهناك مستشفيات ميدانية قدمت من دول عربية خليجية وهناك جهد على مدار العام يقدم بالأغذية والتجهيزات الحياتية تقدم أين هذا الأمر؟ لماذا لم يذكر في كل هذه الضجة؟ أعتقد أن هناك نوع من محاولة القول أن أوروبا تتحمل عباء كبيرا بالأزمة السورية وهذا أمر ربما تكون لكن على الصعيد الإنساني أعتقد أن من تحمل ويتحمل الأمر يودية الدول العربية سواء التي استضافت اللاجئين مباشرة على الأرض وهي دول فقيرة مثل الأردن واللبنان مثلا دول تعاني من مشكلات اقتصادية مشكلات في المياه مشكلات في الطاقة ومع ذلك تستقبل حوالي ثلاث مليون شقيق سوريا على أرضها أيضا دول الخليج تستقبل مئات الآلاف وتدفع مئات الملايين تقدم خلال هذه الفترات ربما علينا نحن من قدمنا في هذه المنطقة دول عربية دول خليجية علينا أن نتحدث أيضا بصوت مرتفع وأن نقول أن هذه الأزمة ليست أزمة يحملها إنسانيا تحملها بعض دول أوروبا وليس كل دول أوروبا وكما أشارت تقريرنا لخلافات أوروبية هناك دول في أوروبا ترفض أيضا التعامل وتقديم تسهيلات اللاجئين مرة أخرى هذه الأزمة تحتاج إلى حال جذري تحتاج إلى حال ربما يعيد الأمور والاستقرار والأمن إلى سوريا ويوجد حلول حقيقية لأنه مهما قدم ستبقى الأزمة السورية مفتوحة أنا أريد أن نشير فقط إلى رقم واحد أننا بالأردن على سبيل المثال نستقبل كل يوم بمعدل مئة لاجئ يعني بالأسبوع بحوالي 700 لاجئ كل أسبوع هذا بالمعدل يوميا وهذا مستمر يعني ليس منقطع طيب هذا فهم ما يسمح لي أن نقطعك هنا مع علي الوزير يعني أخلاقيا هل يصح لأوروبا أن تقول هذا أو للعالم الغربي في الوقت الذي تنتقد فيه منظمة العفو الدولية معاملة المجر للاجئين على أراضيها وتقول أنها تشبه معاملة الحيوانات طبعا شوفوا من يقدم شيء يعني من حقه أن يشير لنفسه أنه أنجز لكن أيضا من حقه أن يشير بوزن يوازي ما قدم لأنه كما أشرت أوروبا الضجة التي تملأ الإعلام خلال الأسبوعين الثلاثة الماضية ضجة كبيرة كأنه من يسمح هذا الأمر يقول أن كل الشعب السوري الآن موجود على حدود الدول الأوروبية لكن من الأربع سنوات الماضية إلى اليوم كما أشرت من تحمل العباء هي دول المنطقة من تحملها هي الأردن، لبنان، العراق، تركيا، دول الخليج تحملت بالاستضافة أو بالدفع المالي تحملت الشعوب لأنه كبلد كالأردن عندما تدخل عليه مليون ونصف يعني بمعدل 25% من سكان الأردن اليوم بما قيمت 25% هم أضيفوا من الأشقاء السوريين أين هذا من 10 أو 20 أو 30 أو 50 ألف لاجئ يدخلوا إلى دولة أوروبية قارة أو بمساحات كبيرة نقدر تماما كل جهد إنساني بالعالم مع اللاجئين لكن أيضا من تحمل العباء الأكبر نحن في هذه المنطقة تحملناها سواء بالدفع المالي من دول عربية شقيقة أو بالاستضافة من هذه الدول لكن العباء ما زال موجود علينا جميعا وكما أشرت ما زال اللاجئ السوري أو الشقيق السوري تدفق كل يوم إلى دول عربية ومنها الأردن كما أشرت كمثال حوالي 100 سوري تقريبا يأتي إلى الأردن كل يوم